بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الطالب أروان سالم عوض النسي اليوم سنتسوي تجربة انتشار الفلفل عندنا صابون وفلفل وكاس من الماء نضع الماء في الوعاء ثم نضع الفلفل ثم ماذا حدث عندما وضعنا أصبعنا المغموسة بالصابون أدى ذلك إلى تباعد الجزيات الفكرة العلمية عندما وضعنا أصبعنا المغموسة بالصابون أدى ذلك إلى كسر التوتر السطحي وهو ما أدى إلى تباعد جزيات الماء ما أدى إلى تباعد جزيات الماء ومن ثم حبيبات الفلفل تجربة الطالبة روان سالم النسي الصف ثاني ثاني المعلمة نور عبراهيم على الخلب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته